مدى تطبيق إعلان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عدم استفادة العربات الحاملة لبضائع ذات طبيعة تجارية من نظام القبول المؤقت المخصص للسياح المقيمين بشكل مؤقت في المغرب هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ فاتح مايا الجاري لماذا هذا القرار وما هي أهدافه وتدعيته الجواب في روبرتاج بعدسة دريس الكهن والتحرير أمير الخالدي منذ فاتح مايا وتطبيق لمقتضيات قانون المالية لهذا العام لم يعد بإمكان السيارة المحملة بسلع ذات صفغة تجارية الاستفادة من نظام القبول المؤقت كما كان من قبل وبالتالي إدخل أي سلعة لصاحبها كما لغيره يخضع الآن لقانون الاستيراد فكيف يلاحظ رجال جمارك تعمل المهاجريين مع القانون الجديد مؤخرا منذ بداية هذه العملية أن هناك انخراط تام لأفراد الجارية المغربية من خارج وكانوا احتفهم ديالهم من هذه المصارة الجديدة حيث تم تشجيل خلال خمسة أيام فقط ما يناهز ثلاثمائة تصرح مفصل وهذا في حداته كيفين أن العملية غادية في شفافية قانون الجامريك الجديد يستهدف صنفيني من أصحاب السيارة الخاصة بنقل السلع الصنف الأول أصحابه يشتغلون في ميدان نقل الأغراض الشخصية للعائلة المغربية المقيمة بالخارج إلى المغرب مقابل الحصول على ثمن الخدمة القانون الجديد يشكل عبءا بالنسبة إليهم الصنف الثاني هم أصحاب محلات تجارية في المغرب يقومون بجلب السلعين بشكل شخصي من مختلف الدول الأوروبية مستعملة أو جديدة إلى محلاتهم أول شيء هو أننا سنخدمين معنا ناس لتجاوز كل هذه المشاكل تنصح إدارة الجامريك الأشخاص الذين يشتغلون في هذا المجال بالتوفر على سجل انتجاري بالإضافة إلى تصريح مفصل وفاتورة للبضائع المحملة والتوفر على شهادة مراقبة المعايير لأجل تيسير ولوج السلع ترجمة نانسي قنقر